الآن الدراسات غياب العقيدة العسكرية الوطنية للجيش العراقي بعد عام 2003 عنوان لندوة نظامها مركز راسام للدراسات في مدينة اسطنبول وتناولت أسباب ونتائج تفكك الجيش العراقي بعد الغزو الأمريكي الباحث في مركز راسام العقيد حاتم الفلاحي تناول في ورقته عقيدة المؤسسة العسكرية بعد عام 2003 العراق بعد عام 2003 أصبح الدستور يقسم هذا البلد إلى مذاهب ويقسمها إلى أقليات وإلى طوائف وأصبح مبدأ المحاصصة الطائفية هو الذي يحكم البلد بجميع تفاصيله فلذلك لا يمكن أن نقول إنه توجد عقيدة سياسية واضحة لهذا البلد أو توجد عقيدة عسكرية لهذا الجيش الذي يقاتل بعد عام 2003 والذي قام بتشكيله الاحتلال الأمريكي طبعا لا شك بأنه المؤسسة العسكرية فيها اختلال كبير جدا وفيها انقسام حاد وهذا الانقسام يعكس الانقسام الذي جرى في الشارع العراقي بعد عام 2003 الأمر الذي أدى إلى تشكيل مؤسسة عسكرية ضعيفة وغير رصينة بما في ذلك ضعف الأداء القتالي بشكل كبير جدا ونبه الفلاحي إلى أن حالة الجيش الهزلية هيأت الأرضية لنشوء الميليشيات وتغلغلها في العراق نمج الميليشيات التي ساهمت في غزو العراق مع القوات المحتلة لكي تكون نواة لهذا الجيش بحيث أصبح هذا الجيش حقيقة نواة هذا الجيش هي نواة طائفية وليس نواة وطنية للعمل والدليل على هذا الكثير من الأمور التي حصلت يعني آخر الأمور التي حصلت حتى لا نذهب بعيدا أحداث المقدادية التي حصلت قبل شهر وقف الجيش يتفرج على كيفية حرق هذه المدن وتجريف البساتين ويتفرج على الميليشيات كيف تفعل بهذه المناطق هذا ليس دور الجيش الجيش عندما يتواجد في منطقة تصبح الكلمة الأولى والأخيرة لهذا الجيش ولا تصبح الأمر لميليشيات تعمل خارج إطار الدولة وتفعل ما تريد فلذلك هناك إشكالية حقيقية في بناء القوات المسلحة الكاتب والبحث السياسي جاسم الشمري في ورقته تناول أثر الأرضية المجتمعية الطائفية في سلوك الجيش الحكومي يفترض أحياء مفهوم الانتماء للأمة وتوحيد صفوف الشعب العراقي أيضا لا ننسى دور الدولة أي دولة كان من تكون الدولة أن تؤسس لقيم العدل والمساواة بين المواطنين لأن الظلم يدفع إلى الطائفية أيضا دور أكبر للعلماء لإيقاف موجة الطائفية وأيضا للإعلامين أيضا المسألة الرابعة الوقوف بوجه النعارات الطائفية والمذهبية ويجب أن يجرم هذا الأمر تنقية البيئة المجتمعية من شوائب الطائفية هي الركزة الأولى لبناء أي جيش وطني في دول العالم ترجمة نانسي قنقر